مساء خير يا فنم مساء خير ازاي حضرتك طبعا يعني اسئلة كتير طرحت نفسها بعد الانتخاب كان دكتور كمال درويش دلوقتي والسياد اللي هو محمد عبد السلام على وضع النادي الاهلي فيه كلام ان كابتن حسن حمدي بيفكر في الانسحاب بيفكر في تسويق البس الوحده كان فيه كلام ان حضرتك برضه بتفكر للترشح لرئاسة اللجنة ايه الصح فيه لا الحقيقة ما فيش تفكير في رئاسة اللجنة يعني ده كنا حنتكلم على موقف ايمبي يعني احنا دخلنا كعضو في اللجنة بس انا شخصيا يعني ما عنديش الرغبة في الترشح كرئيس تمام هل حضرتك كنت اثناء الانتخابات يعني فيه اندية كتيرة الحقيقة زي دكتور كمال درويش كان بيترح من بادرة قال ان حتى الاسوات لو ما كانتش جابت النادي الاهلي كان لابد ان فيه نادي ينسحب وييجي النادي الاهلي رأي حضرتك كده ولا رأي حضرتك انا رأيي كده طمام يعني النادي الاهلي اصلا مش ممكن يعني منظومة القرى في مصر رضيمة ام لم نارضة هي مرتبطة بالاهلي والزمالك والاسماعيلي والاندية الجماهيرية دي ما نقدرش نغفلها في اي حاجة لها يعني دعوة بشؤون القرى وخصوص النادي الاهلي يعني النادي الاهلي هو طبعا اكبر حجم جماهيره اكبر ومن هذا من نوادي هو نادي الزمالك فالاثنين دول لا يمكن يعني حاجة حتمة من غير ما يكون موجودين فيها طب مش مهندس يعني حضراك انا شايف مشهد برضو غريب يعني شايف معظم حتى في الريبورتاجات اللي عملناها معظم الرؤساء الاندية او الناس اللي كانت موجودة رأيها برضو زي رأي حضراك ان لازم الاهلي يكون موجود ولكن عدد اصوات اللي الاهلي اخذها يعني الحقيقة قليلة على كان النادي الاهلي يعني جونة قبله الاسماعيلي مصر مقصة امبل مينيا الزمالك يعني حراك مشافر لا اطولة حالتك هو يعني النادي الاهلي كان واخد 13 صوت من 19 فهو يعني عظم يما هو فيه 13 نادي من دين له يعني مش 13 نادي دول مش قليلين يعني احنا اكتر من النص فيه بعض عندها ليهم وجهات نظر تانية طبعا طالما احنا قبلنا يعني طالما قبلنا مبدأ الانتخاب اساسا مبدأ الانتخاب معناه ان انت ممكن تكسب ممكن ما تكسبش يعني ما فيش حاجة اسمها انا ادخل الانتخابات عشان اكسب زازم فهو كان مفروض يعني طالما الموضوع كده هو من الاول يعني ممكن بس يعني هو يعني جانبنا التوفيق في الحتة دي يعني كان ممكن نجنب اساسا الاهلي مزامالك من من الانتخابات وكان التصويت يجي على بقية الانتخابات بس يعني هي بقى الدنيا مشت كده كلام حضرتك الحقيقة كلام محترم سؤال معلش اخير طولت على حضرتك رأي حضرتك ايه في عودة النشاط يعني هل هو خلاص اصبح موضوع حتمي قضية غير قبلة للنقاش طبعا غير قبلة للنقاش عند حضرتك يعني لوقتي دي تالت سنة احنا كده الانتخابات الانتخابات بتموت خلاص يعني كل الانتخابات في مصر كبيرها وصغيرها والامكانية المادية كويسة والامكانية المادية تعبانة كله تعبان فده اتعاود النشاط ده شيء يعني ملوش حل خلاص لان احنا في بعض اندية بتفكر اساسا تلغي النشاط يعني انا مثلا احنا بنمثل شركة وبنحطين اسم شركة على التشيرت بتاعنا ونظير هذا التمثيل الشركة بتدعم الفريق طب هو يدعمه ليه يعني انا لما هو يدعمه ليه فيما بالعبش او بالعب في مصابقة ما بتكتملش يعني فايزا هيحصل والحالة بتاعتي دي زي فيه برضو فيه مؤسسات تانية وشركات تانية عندها نفس الوضع يعني ده انتكاب يعني بتزق الاندية بانها تفلس وتقفل فطبعا ده عملية صعبة دي حاجة الحاجة التانية ان الاندية اللي موجودة دلوقتي دي هي دي عصب قورة النهاردة يعني النهاردة معظم المنتخبات معظم منتخبات الناشئين والعالمين يعني حديثك شفت مثلا منتخب الناشئين اللي هو كابتن ربيع عسين معظمه من من قطاع ناشئين بتاع امبي او يعني مص الفريق تقريبا خسارة اندية زي دي ما اعتقد ان احنا بقليها تأثير سلبي كبير جدا على الكرة في مصر بصفة عامة طبعا الحقيقة وكمان مش عشان حضرك معايا والله يعني امبي الحقيقة عاملة برضو شغل كويس جدا في قطاع الناشئين ويعني انا كنت هناك من كام يوم شفت المدارس والوضع يعني الحقيقة منظومة محترمة يعني الحمد لله احنا طبعا يعني ده كان انت عارف حضرتك ان احنا تلت تقريبا دخل النادي هو عبارة عن تسويق اللعبين التسويق اللعبين ده بيجي من قطاع الناشئين يعني قطاع الناشئين بيديلنا عناصر المنازل جدا 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 احنا بنتخلش عليه بنصرف عليه كتير بس والحقيقة بيجيب عائد يعني عائد اكتر بكتير من اللي بنصرف عليه طبعا يعني لعب واحد زي مثلا مصالح جمع زي احمد رفع زي انه ممكن ممكن بيها لعب واحد يجيب طبعا هو ده فن هو ده طبعا الفكر الاحترافي واللي احنا بتمناه وبتمناه لحضرتك التوفيق وبشكر حضرتك شكرا جزيلا المهندس محمد بدر رئيس نادي انبي الحياة من شخصات المحترمة العقليات اللي بتفكر زي ما قلتلكم حرجع ترجملكم الكلام ده واقول لكم قصة الكابتن حسن حمدي حيعمل ايه في البس بس بعد الفاصل